وروح لموضوع تاني بقى عن ملكة جمال كانسس عليكساس سماس عليكساس سماس قدرت تحصل على إشادة كبيرة جداً وتعاطف كبير بس لما كشفت يعني التعاطف والإعجاب ده حصل لما هي كشفت حقيقة راجل اعتدى عليها زمان وحصل كده وقالت كده في الكلمة اللي قالتها في المسابقة في يونيو اللي فات عليكساس سماس هي ممرضة قدرت تفوز على 26 منافسة في مسابقة ملكة جمال أمريكا وهجمت خلال الكلمة اللي قالتها على المسرح الراجل اللي اعتدى عليها زمان وكمان حاول التدخل علشان يمنعها انها تفوز في المسابقة دي هي قالت رؤيتي كملكة جمال كانسس القادمة هو القضاء على العلاقات الغير صحية والموسيقى فواقع الأمر رأي بعضكم من بين الحضور أو رأى بعضكم من بين الحضور انني كنت عاطفية للغاية لان المعتدى علي كان هنا اليوم يعني الراجل المعتدى عليها اللي كان عمل لها مشكلة زمان جاي يوم الحفلة بتاعتها علشان خاطر يضايقها في اليوم ده عشان خاطر يحاول يمنعها انها تكون متواجدة على المسرح في اليوم ده فطبعا حاجة اكيد مربكة نفسيا وعاطفيا جدا جدا لكن هي قررت انها هتكمل وهتثبت له ان هي قوية وان هي تقدر وان هي شجاعة ومش بس كده هي كملت وكمان شورت عليه في المسرح يعني قالت على اللي عملوا معيها على المسرح ما عدتش الموقف كده وخلاص وقالت ان هي تعرض للعنف المنزلي وانها كانت على علاقة سيئة استمرت لحد 2019 ومازالت بتعاني من قصارها لحد دلوقتي بعد مرور خمس سنين اكتشفت ان الراجل اللي كانت على علاقة به وكان بيعنفها ووصل لكلية برات المجتمعية علشان يشوف نهاية او نهائيات المسابقة وقالت زي ما قلتلكم كده ان هو وجه علشان يمنعها او علشان يوطرها علشان يحسسها ان هي ضعيفة ولكن هي صمدت قدامه برضو فكرة العنف المنزلي او العنف الاسري دي حاجة صعبة جدا جدا ان الواحد يتعرض لها ان فكرة ان المكان اللي انت مفروط تحس به فيه بالامان وتحس فيه ان الناس اللي فيه بيحبوك وهم اللي بيحاوتوا عليك سواء مامتك باباك اخوك جوزك وساعات على فكرة بيبقى الابن مع الاسف لما الاهل بيجبره شوية بيسيب اثر نفسي صعب جدا جدا العنف لما بيجي من الناس دي الناس القريبة دي بيسيب اثر رهيب وما بيتنسيش وبيفضل جوانا طول العمر وبيبقى على فكرة جزء كبير من العلاج اعتقد يعني جزء كبير من العلاج ان احنا نعترف بالقلم ده ونعترف باللي حصل لنا ونحكيه